تعالى اقول لك طريقة تتويج بكأس القرارات الاندية كأس الانتر كونتنينتل ان شاء الله بإذن الله للاقه يتوج بيها النادي الاهلي للاقه تعالى اقول لك طيب اول مواجهة هي المواجهة الاكسرائية لمنطقة افريقيا اسيا المحيط الهادي الناديين العين الفائز بدوري ابطال اسيا واوكلان سيتي الفائز بدوري ابطال الاوكيانوس النتيجة نهاردة فائز بيها العين ستة اتنين المباراة السنية هي مباراة كأس افريقيا اسيا المحيط الهادي يوم 29 اكتوبر ان شاء الله النادي الاهلي هيواجه الفائز او هيواجه على طول خلاص كده العين الاماراتي في استاد القاهرة الدولي طيب بعد كده في ديربي الامريكتين هيكون يوم 11 ديسمبر في الدوحة الفائز بلقب كأس البرتادوريس لمسم 2024 مع فريق باتشوكا المكسيجي اللي هو فائز بدوري ابطال امريكا الشمالية والوسطى والكريبي زي ما تقول لكم المباراة تقام في الدوحة اللي هيكسب المباراة دي هيلاعب الكسبان ما بين الاهلي والعين في مباراة اسمها كأس التحدي يوم 14 ديسمبر في الدوحة بعد كده المباراة النهائية اللي هيكسب من بطل امريكا الجنوبية والشمالية وبابين الاهلي والعين الفائز بقى من كل دول هيروح يلاعب ريال مدريد الفائز بدوري ابطال اوروبا يوم 18 ديسمبر في الدوحة بكأس التحدي نهائي كأس الانتر كونتيننتل وان شاء الله نقول الف مليون مبروك للنادي الاهلي وحد يقول لي إلحا دريال مدريد اقول لك خلينا نحلم وخلينا نقول ان الاهلي قادر ان شاء الله بإذن الله